قال الكريملين ان روسيا لم تستخدم حتى الان سوى جزء صغير من امكانياتها خلال عملياتها العسكرية الخاصة التي تنفذها في اوكرانيا من جنبها اعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير منظومتي صواريخ بريطانية مضادة للسفن في منطقة اوديسا جنوب اوكرانيا كما اعلنت الوزارة اسقاط مقاتلتين اوكرانيتين من طراز ميك 25 وميك 29 قرب قرية لازاريفكا في منطقة ميكولايف يأتي هذا في مقالة وزارة الدفاع البريطانية ان روسيا تعزز وجودها العسكري على ارجح على خط مواجهة في اتجاه مدينة سيفرسك التي تبعد نحو 8 كيلومترات الى الغرب من الخط الامامي الحالي لقواتها في الاثناء تواصل القوات الروسية تقدمها نحو مدينة سلوفيانسك شرقي اوكرانيا قال مدير دائرة امن المعلومات في وزارة الخارجية الروسية فلادي مرشين ان كييف شكلت جيش معلوماتيا يتكون من نحو 300 الفرد فور اندلاع الحرب الاوكرانية وفي مقابلة خاصة مع سكاي نيوز عربية اضاف فلادي مرشين ان الجيش يستهدف البنية التحتية والمعلوماتية في روسيا فور اطلاق العملية العسكرية في اوكرانيا كشف وزير التحول الرقمي الاوكراني ميخايل فوديروف في تصريح علني بانه بجهود الحكومة الاوكرانية جرى تشكيل جيش معلومات اوكراني قوامه نحو 300 الف فرد والذي يقوم باجراءات عدائية تستهدف مرافق البنية التحتية والمعلوماتية الروسية على نحو يومي وهذا التصريح كان رسميا من قبل مسؤول اوكراني مهم ونحن نميل لان نصدق هذا الوزير الاوكراني انطلاقا من انه ومنذ نهاية فبراير الماضي وحتى الان تصاعدت اعداد الهجمات ضدنا اضعافا مضاعفة وكنا نسجل يوميا المئات من هذه الهجمات خلال الايام والاسابيع الاولى للعملية العسكرية حثت اندونيسيا مجموعة العشرين اليوم على المساعدة في انهاء الحرب في اوكرانيا وذلك خلال مشاركة وزراء خارجية المجموعة في اجتماعات حضرها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وطلبت وزيرة الخارجية الاندونيسية ايجاد سبيل للمضي قدما لمواجهة التحديات التي تمتد الى جميع انحاء العالم من جراء الازمة الاوكرانية من جانبه قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الامريكية قبيل بدء القمة انه يشك في ان يكون هناك اجماع بخصوص اوكرانيا لا سيما مع وجود روسيا ومشاركتها هذا وقد اكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان موسكو لن تجري خلف الولايات المتحدة لاجراء محادثات وخلال تصريحات للصحفيين على هامش قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الاندونيسية قال لافروف ان الولايات المتحدة هي من تخلت عن الاتصال وليست روسيا في الوقت نفسه اعلن لافروف استعداد روسيا للتفاوض مع اوكرانيا وتركيا بشان الحبوب من دون تحديد موعد لهذه المحادثات للمزيد من التطورات الميدانية وايضا السياسية ينضم الينا من كيب مفادنا عماد الاطرش ومن موسكو مراسلتنا اريج محمد ومن واشنطن مراسلنا مجدي يازدي ابدأ معك من واشنطن مجدي يازدي يعني يبدو ان بلينكين يحاول تجنب لقاء لافروف في اجتماعات بالي صحيح فيصل ليس فقط تجنب لقائه المباشر او لقاء منفرد 101 كما يقال هنا على حدة مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وانما كان هناك دعوات امريكية السابقة تطالب باقصاء روسيا من كل المنظمات الدولية والحديث هنا عن مجموعة العشرين وكان في طلبات يعني من الجانب الامريكي ليس فقط لاقصاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من هذه الاجتماعات وانما حتى الاجتماعات التي ستكون على مستوى الرؤساء في نوفمبر المقبل وان لا تكون هناك مشاركة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين طالما ان الحرب الروسية على اوكرانيا مستمرة ولكن هذا الامر لم يتحقق لانه يتطلب اجماع من كل دول العشرين وانظماتها السياسية وهذا امر صعب جدا في المقابل هناك مشاركة وحضور من وزير الخارجية الامريكي بلينكين وتحميل روسيا مسئولية ليس فقط لغزو اوكرانيا وشن هذه الحرب التي تصفها واشنطن بانها غير مبررة وغير مستفزة ضد الاراضي الاوكرانية وانما ايضا تحميل فيصل روسيا مسئولية ازمات اخرى جديدة تم خلقها على المستوى الدولي واحد ازمة الطاقة اثنان ازمة الغذاء وكل الارتدادات التي تعيشها دول في اوروبا حتى في امريكا هنا في الداخل الامريكا على مستوى اسعار الطاقة والبنزين والوقود وبالتالي موقف صارم اخر جديد ومحاولة من بلينكين للحصول على عدد من الموافقات الدولية في هذه الاجتماعات في مجموعة العشرين لتسخير موقف اخر دولي ديبلوماسي يضغط على روسيا لانهاء هذه الحرب التي دائما تصفها واشنطن فيصل بانها غير مستفزة وغير مبررة مجدي حاولت هذه الدول الغربية بقيادة واشنطن منع التواجد الروسي في هذه الاجتماعات سواء على مستوى الزارة الخارجية او في نوفمبر على مستوى القادة وهناك احتمالية مشاركة فلاديمير بوتين تحاول الدول الغربية بقيادة واشنطن يعني دحض الرواية الروسية لما يجري في اوكرانيا الى اي درجة تبدو هذه الجهود ناجحة؟ هذا السؤال لافت فيصل لان واشنطن تبدي استغرابها من الموقف الروسي الديبلوماسي ناهيك عن الموقف العسكري وما تقوم فيه على الاراضي الاوكرانية ولكن الحالة الدبلوماسية التي روج لها سيرجي لافروف بشكل مستمر بان حتى في الوصف الاخير اعتقد انه استخدم كلمة مسعورة هذا الوصف الذي وصفه للمواقف الدولية التي تقودها واشنطن بتعاون مع حلفائها الغربيين لوقف الحرب الروسية ضد اوكرانيا وبالتالي في استغراب امريكي من هذا الموقف الروسي الدبلوماسي بعد الموقف العسكري يعني بعد ان تقوم روسيا بشن عملية عسكرية واسعة النطاق بهذا الشكل على اوكرانيا تستمر لمدة شهور وتقتل هذا العدد الكبير من الاوكرانيين والمواطنين الاوكرانيين وبعد ذلك تخلق عدد من الازمات في الطاقة والغذاء واليوم تقول انها لا تريد حتى الانخراط في اي جهد دبلوماسي حقيقي تقدم فيه تنازلات على الطاولة للجانب الاوكراني هناك استغراب حقيقي في واشنطن وموقف بلينكين اليوم برفضه لأي لقاء على حدة مباشر مع لافروف يعكس هذا الاستغراب الامريكي من الموقف الدبلوماسي الروسي في التعاطي مع ازمة اختلقتها روسيا وفرضتها على العالم بأسره وهنا انتقل الى موسكو مع مرسلتنا اريج محمد يعني ابدأ من هذا الحضور الروسي ممثلا بوزير الخارجية سيرجي لافروف في بالي اجتماعات وزراء خارجية التحضير لقمة العشرين قلل الغرب من امكانية ان تحقق روسيا مكسب من هذا الحضور حتى وان حضر بوتين الى القمة في نوفمبر لكن ماذا عن وجهة نظر الروس من هذا الحضور وجهة نظر الروس فيصل تتمثل في ان روسيا ورغم محاولات الغرب المستميتة الغرب بقيادة الولايات المتحدة الامريكية بطبيعة الحال كما تقول موسكو لعزل هذا البلد لعزل موسكو لعزل روسيا لفرض قطيع دولية على خلفية العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا الانه يفشل في هذه المساعي وفقا للجانب الروسي وهو ما تحدثت عنه المتحدثة باسم الخارجية الروسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عندما علقت على موقع التليجرام وعبر الصور التقطتها لوزير الخارجية الروسي سيرغي لابروف وحواراته التي اجراها منها على هامش الاجتماعات اجتماعات وزراء خارجية قمة مجموعة العشرين ومنها ما كان ضمن الفعاليات والنشاطات المدرجة في اطار هذه الاجتماعات المنعقدة في جزيرة بالي اكدت على ان كل ذلك يشي ويؤكد على ان روسيا لا تعيش اي حصار واي عزلة رغم محاولات الغرب بل هذه العزلة سترتد على الغرب نفسه من خلال محاولاته المستميتة ونعلم انه وفقا لرواية روسية وفقا لما يقوله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكرره منذ قليل ربما خلال اجتماع مكرس لازمة الطاقة وازمة الوقود مع عضاء في الحكومة الروسية وممثلين عن شركات النفط والطاقة الروسية ان روسيا لا ترى نفسها مسؤولة عن كل هذه الازمات وانما ترى ان الغرب هو من وظف كل هذه الازمات التي كان قد خلقها بنفسه ومن خلال تصرفاته والعقوبات غير المشروعة كما تقول موسكو التي فرضها على امتداد سنوات وشددها بشكل غير مسبوق خلال الاشهر الاخيرة بما في ذلك في قطاع الطاقة في قطاع بما يتعلق بالبنوك والمصارف الروسية بما يتعلق بالشركات الروسية كل ذلك هو ما خلق هذه الازمات التي يتحدث عنها الغرب ولا ترى روسيا لنفسها يدا فيها وتكرر بانها شريك مضمون في كل هذه المجالات وهي منفتحة على التعاون وعلى الوفاء بكافة التزاماتها وفقا للاتفاقيات المبرمة سواء على صعيد الطاقة أو على صعيد توريد المحاصيل الزراعية وغير ذلك كنا نتحدث عن أزمة الغذاء هنا ننتقل الاغتراب بعد هذه المواقف السياسية يعني عماد يبدو أن المشهد على الأرض لا يرتبط تماما بما يجري في بالي فيصل بالعودة إلى مسألة الغذاء والمحاصيل الزراعية قبل قليل كان هناك تصريح لافت لوزير الزراع الأوكراني الذي أعلن بأن المزارعين الأوكرانيين تمكنوا من حصد مليون ومئة ألف طن من القمح من الموسم الجديد إذن هذا خبر طبعا مهم ولكن تبقى مشكلة التصدير تعلم بأن كياب البارحة استدعت السفير التركي على خلفية السماح أنقرة لباخرة لسفينة محملة بسبعة ألاف طن من المحاصيل الزراعية تقول كياب طبعا بأن موسكو هي التي استولت عليها وصدرتها على أساس أنها من المحاصيل الروسية بالنسبة للتطورات الميدانية يبقى الوضع على حاله في شمالي مقاطعة دونيكسك بطبيعة الحال هناك بلدة صغيرة أشرنا لها وأشار أيضا التقرير إليها وهي سيفيرسك التي يقول معظم المراقبين والخبراء العسكريين هنا بأن الخبراء العسكريون بأن هذه هي البلدة الهامة التي ستكون هدفا للقوات الروسية التي ربما حاليا تتخذ تدعيم مواقعها خاصة في محيط مدينة فيزيتشانس وهذه البلدة سيفيرسك لا تبعد أكثر من ثمانية كيلومترات غربا عن هذه المدينة بانتظار أن يحصل التقدم الروسي البري باتجاه المدينتين الهامتين شمالي مقاطعة دونياسك وهما مدينة سلوبيانسك ومدينة كراماتورسك التي هي مركز مقاطعة دونياسك فايسون أشكرك إذن من كييف مفادنا عماد الأطرش ومن موسكو أريج محمد ومن واشنطن مجدي يازدين شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم